السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا طريقة شراء وبيع طبعا اه مثل دولار يورو او العملات الاجنبية بكل سهولة عن طريق تطبيق تركيا في ناس. تم مع الفيديو الى النهاية. اول شي نفوت على التطبيق طبعا. مثل ما شرحنا بالفيديوهات السابقة كيف تفعل التطبيق وكل هاي الامور. اه الروح على خيار اسمه الاستثمارات. تقدر تستثمر انت عن طريق العملات الاجنبية والمعادلة الثمينة. نقوم بالضغط عليه. انت اذا شراء بيع العملات الاجنبية تحط على الاول وحدة. اول شي بدك تشوف الاسعار العملات الاجنبية تقوم بالضغط عليها. طبعا تاريخ اليوم يعطيك مثلا كل واحد دولار يساوي مثلا بدك تشتريه. خمس طعش فاصلة ثمانية وستين. تبيعه البيع طبعا ستطعش فاصلة خمس طعش. واليورو كذلك انت قبل ما تشتري ايش تقدر تطلع على القائمة الاسعار. تصرفها طبعا خاصة بالتطبيق. اه هو على اساس هو تشتري انت اول شي تختار الحساب طبعا بالليرة. بعدين بدك يعني انت شو بدك تشتري مثلا تشتري دولار. بدك تحوله على حساب الدولار اللي لازم تكون فاتح حساب دولار. وانا ذكرت في فيديو سابق كيف تفتح حساب دولار او يورو او اي عملة ثانية. تمام? بعدين عدنا هون تحط تحديد مبلغ تحط انت كم بدك مثلا انت بالضبط يعني. اه كم دولار مثلا بدك تقول مثلا ميت دولار. نعطي متابعة. وحيقول لك الميت دولار هي الف وستمية وتسعة عشر. بعضها ضريبة معاملات التأمين ببنكة ثلاثة فاصلة ثلاثة وعشرين. طبعا ثلاث ليرات. والمبلغ كامل مئة دولار. اطلالك سنسعر الصرف ايضا. والمبلغ رح يصلك الف وستمية وتسعة عشر. اه مثل مو شايفين هون طبعا المبلغ لضمن اه التأمين. اه وتعطي تأكيد وراح تيجيك انت على الحساب الخاص بك اللي هو بالدولار. طبعا وكذلك لكل العملات. بعد ما تحطي التأكيد راح يجيك كل ويأكد لك. تقدر انت تختار يعني مو ضروري بالدولار تختار تختار انت اي عملة ثانية مثلا تختار انت بدك العملة اللي بدك اياها مثلا اه يورو تقدر تشتري يورو تقوم الضغط على يورو. وتحط الحساب مثلا اللي هو بالليرا. وتحط مثلا كم بدك يورو مثلا خمسين او مئة تيورو مثلا. انت تيورو نعطي تأكيد او متابعة. راح يعطيك سعر الصرف ويعطيك الضريبة طبعا اه وشايفينه نوع المعاملة. نعطيك المبلغ ويعطيك سعر الصرف. طبعا على اليورو اه ما بيعليه ضريبة. ان احنا قام نشتريه حسب بس الدولار. بس هاي طريقة شراء وبيع. البيع ايضا نفس الشي تقدر تبيع اه طبعا عن طريق هاي الثهب او تبيع المعادن الثمين تقوم بالضغط عليها. تختار اسعار المعادن اوش لك وعندك الطلاع. عندك غرام الذهب حقه تسعمية وتسعة. عندك هنا غرام الفضة حقه اه تقريبا اه عشر ليرات يعني. اه حسب كل اه طبعا السعر. هذا السعر اكيد للغرام الذهب. تمو شايفين هوني عن طريق التطبيق. اه وتقدر تشتري بس تحط الحساب تقوم بالضغط عليه. فاني تختار حساب لازم تفتح حساب طبعا ذهب. بتقدر تفتحه انت عن طريق اه الحسابة. تفتح حساب ذهب او فضة وتحطه اه في الحساب. وتستثمر بالمبلغ اللي بدك اياه. باش شرحنا كان اليوم عن طريقة شراء وبيع العملات الطبعا الاجنبية. واذا تكون اي سؤال او حابين اه فيديو نساوي شرح ان تكون بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.